ما ينفعش ما تكلمش على اللي حصل مبارح في السادسكندرية مع الكابتن إبراهيم نور الدين حكمنا الدولي في النهائي البطولة العربية التراجع التونسي والفيصالي الأردني أشقاء تاني أشقاء التونس والأردن لا مشكلة مع الشعوب أبدا وما فيش خلاف رياضي يخلي فيه أزمة بين الشعوب على الإطلاق بس من الأول كده نحط نقاط واضحة الشعوب دائما مقدرة الشعب الأردني الشقيق مقدر للغاية جالة الملك عبدالله مقدر جدا 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 هذا الرجل وهذا الشعب من أول الشعوب التي سندت ثورة 30 يونيوم ملك عبدالله الثاني أول رئيس أو أول ملك أو أول زعيم جاء إلى مصر للرئيس عبد الفتاح السيزي بعد انتخابه مباشرة كان الملك عبدالله ما ننساش حاجات يا جماعة أبدا أنا هنا بقولي الكلام الأول بس عشان أحط بعض النقاط فالشعب الأردني على دماغنا وأحبائنا وأشقائنا ولا خلافات معهم أبدا اللي حصل مبارح شغب في الملاعب شغب شغب ملاعب يحاسب من ارتكب الشغب أيا كان نعم اعتداء على الحكم أيوة وحدث اعتداء غير مقبول على الإطلاق غير مقبول أن يحدث هذا على الإطلاق أيا كان الخطأ اللي ارتكب أشقائنا من النادي الفيصالي اللي عملوا مبارح لا يمت للرياضة بصلة وفريق على فكرة فريق ده يعني كان خلاص ده هي سجلوا هدف التعادل في آخر دقيقة كان مضش خلص خلاص يعني وعشان يدخلوا الشاطين الإضافيين ويجي الهدف اللي من تسلل واضح نقدر نقول كده تسلل واضح سبعة ولا سبعتاشر واحد كانوا تسلل الحكم ما شفش مسؤولية الحامل الراية اللي هو واحد من أفضل مساعدين ولكن بقول اللي قدامنا ده مرفوض ومدان لا يصح ولا يليق ان احنا نشوفه ولكن هذه هي كرة القدم وشغب غير طبيعي نزل 200-300 واحد من الجمهور أيضا داخل الملعب